موسيقى صبحكم بالخير اليوم الثالثة 15 أب أغسطس اليوم الأمر مرافقنا من بوش ترابي بوش الثور حتى الساعة 5 و 7 دقايق بعد ظهر بتوقيت بيروت بينتقل من بعدها لبرش هواقي برش الشوزاء فكيف رح بيكون النهار نبلش مع برش الحمل بالنسبة لألك هيدا نهار بعتبره جيد جدا هيدا نهار بتكمل فيه بطريق النجاح بتكمل بطريق تقريبا شبيه بمبارح هيدا نهار لكن فيه احتمال انه انت تقدر تشتغل على الموضوع الانت بتريده وتقدر توصل الى خط النهائي على زوءك النهار معقول يحمل لك خبر سار خاصة اذا كنت من موليد 19 و 11 نيسان عبريل بينتقل لها برش الثور بالنسبة لألك اليوم مولود برش الثور هيدا نهار كتير مهم لأمنه الأمر ببرشك وانت قادر انه تدخل لحياتك الخاصة بما انه الشمس بها المرحلة بها الفترة من السنة موجود البيت الرابع برش الأسد هيدا معناته اليوم مولود برش الثور قادر انه يغرب للأمور وياخد بعض القرارات وبعض الأمور اللي بتتعلق بحياته الشخصية براحته الشخصية براحته العائلية كيف بده يستقر وكيف بده يحسن هالأوضاع ويجعله أفضل وأمتن ضوء أخضر بانتظار جميع موليد برش الثور وبشكل خاص 7 و 8 أيار معيو بينتقل لها برش الشاوساء مولود برش الشاوساء هيدا فترة ضوء أحمر يعني بدنا نعود هيدين رايئين ونمتنع عن اتخاذ قرارات مصرية حاسمة حتى لو حسيت انه عم بيجبروك هيدا نهار بطيء فما تعول عليه أهمية ما تعلص سقف المراهنات وسقف التوقعات لأنه بتخيب كل توقعاتك انطور لبكرة أو إذا بدك مستعجل لبعد الساعة 15 المساء بيتوئيد بيروت وبتبقى الموليد اللي عندها شوية حاز المساء هي 10-12 هزيران يونيو بينتقل لها برش السرطان بالنسبة لها برش السرطان اليوم أفضل من بكرة اليوم النهار بيخدم مصلحتك اليوم النهار بتقدر تعجل فيه تستعجل فيه أمورك وبتقدر تحل أمورك أيضا مش بس هيك بتقدر ترتاح وتنبسط الأجواء عندك إيجابية حلوة مشجعة وقادر أنه تغرب للأمور وقادر فعلا أنه أنت تحط إيدك بإيد الآخرين بعكس الأربعة والخميس خلص شغلك اليوم وإلا مضطر تنطر للجمعة أو السبت الأكثر حظنا 7-8-9 و10 تموز يوليو بنتقل لها برش الأسد بالنسبة لها برش الأسد النهار النفو يعني ستاندرد مستوى هيدا نهار كتير عالي هيدا نهار عنده مؤهلات نوعيته بتوصل إلى القمة نوعيته باهرة فيه إنجازات هذا فيه احتمال أنه مضروري يمكن الشخص ما عنده إنجازات ما عنده مشاريع باهرة مثلا أنه لتوصله إلى القمة لكن هيدا نهار مهم لأنه فيه أشخاص عم بيرقبوك يمكن يكونوا أشخاص يمكن أنت ولد في عندك أهل ناطرينك فيه مسئولية عم تشتغل عليها هيدا نهار بيحمل شوية قلق هيدا نهار بيحمل المسئوليات والأهم من هيك المسئولية لعندك إيها بدك تقوم فيها على أكمل وجه وإلا يبدو كأنك تحاسب على أي تقصير وإذا كنت من موالية 8 إلى 10 آب أوسطس كون حذر انتبه من السرعة وانتبه من الموجة إذا فات بنت إيه لابرش العذراء بالنسبة لابرش العذراء هيدا نهار بالنسبة لألك بيساعدك بينشلك بيسرلك أمرك لأنه أنت موجود بفترة راكدة تقريبا هي فترة انتظار وترقب وناطر جواب مثل اللي كل ساعة بيفتح الموبايل بشيك إذا وصل له ميسج أو بيدخل على الإيميل ناطر إيميل ليوصل احتمال إذا مبارح ما وصل لك جواب بعد فيه اليوم أيضا فترة إيجابية لو فرحظا هي مواليد أيلول سبتمبر بنتقل لابرش الميزان بالنسبة لابرش الميزان اليوم النهار منه واضح بمعالمه لكن هيدا نهار جيد هيدا نهار جيد بيساعد وبيخلي موالوبرش الميزاني يقدر يتقدم بقوي هيدا نهار بيطلب منك تكون مرن وتكون ديبلوماسي هذول هنالصفات اللي انت تتمتع فيهم على أساس انت تتمتع فيهم ومطلوب منك تفرجيهم بقوي 12-13-14 أكتوبر الأكثر حصان بنتقل لابرش العقرب مولو برش العقرب مات مشكلة المشكل بيتأزم اليوم بيتعقد وبتندم وبتقول يا ليه طولت بالي الجو اليوم كتير بيستفزك يمكن بإشي كتير بسيطة وكأنه خلقك دي وما انك قادر تنطر أكتر وما بتطول بالك عحدا المشكل بيدور عليك فمطلوب منك انك تطول بالك كتير 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 ومش شوي وحتى لو انت منك لحالك مزعوش ولك تعرف تشتغل على حالك لحتى هيدا نهار يمرق بسلام بالرغم من هالجو هنالك بعض الحزوص عند 7-8-19 نوفمبر بكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس الأجواء اليوم بتشغلك الجو اليوم في شغل نهارك في شغل حتى لو انت بي إيجازي حتى لو قاعد بالجبل واخد إيجازي هيدا نهار فجأة تمتلاق انه عم تركض ميلي لميلي فلين بده شغلي انت بدك شغلي بتوصل على البيت ترجع بتتذكر نقصك شغلي فيه أمور بتلبكك شوي لكن مش بالضرورة تكون أمور سلبية بس عمول أو خود بعين الاعتبار انه اليوم بيظلوا أريح من اليومين المقبلين بشكل خاص عند مولية 13 و14 ديسمبر بنت إيه لبرش القوس مولود برش القوس هيدا نهار ما لازم تترك أي لحظة فيه تمرق مرور الكرام بدون ما تستفيد منه لازم تستفيد من كل لحظة مثلا انت قاعد مع رفقاتك هيدا نهار حلو لحتى هالوقت اللي انت قاعد فيه مع رفقاتك يكون ممتاز قاعد مع أهلك نفس الشي لتحسن الأوضاع عم تشتغل لحتى تتعطي من كل قلبك نوعية الوقت كتير مهمة وانت بحاجة لهيك نوعية وقت لتحسن وضعك الأكثر حظة الموليد كانون التاني بشكل خاص 19 و11 بنت إلا برشد دلو مولود برشد دلو نوعية هيدا نهار نوعية وقته هي للمشاكل هي للانزعاج هي للإستياء هي للتذمر وانت منك قليل يعني إذا بدك تتذمر وبدك تحتاج ما في أسرع منك بهالموضوع وبالتالي بدك تفكر كتير منيح قبل ما تحتاج أحدا قبل ما توجه مؤلحظة لحدا أو قبل ما تتأثر سلبا بكلام حدا نهار متقلب جدا بدك تطول بيلك كتير 8-19 شباط فبراير نسبيا أن الأوفر حظان بنتقل لابرش الحوت بالنسبة لابرش الحوت اليوم أنت مبدع بطريقتك أنت قادر أنك تشيل الأمور وتقدمها بطريقة مختلفة يعني حتى ستة البيت طريقة اللي بتزين فيها الأمور بيكون مختلفة حتى التلميذ اليوم الشخص اللي رايح على شغله طريقة شغله نوعا ما شوي فناني شوي مزوءة شوي لبقة أكتر من غير أيام مولود برش الحوت نهار ممتاز لحتى تفاوض وتحكي وتدافع عن رأيك وتأوي قلبك شوي الأكتر حظا 6-10 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير حلوة هذه السنة ما بتهدى فيها تتغير يمكن فيها مكان دراسي النوع الدراسات الكورسس اللي عم تاخدون مكان إقامة احتمال أيضا مكان الشغل هذه السنة بتتعلم فيها أمور كتير وبتشارك بمؤتمرات عديدة أب أغسطس ديسمبر أيبرل لن أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرا براج جديد باي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر